الف وستمائة مشارك يوم السبت الجاي هيكونوا في مؤتمر الشباب الفرصة اللي الناس كلها فيها بتتكلم الفرصة اللي بتسمع فيها رئيس الدولة بيكلم الوزير على الهواء مباشرة بيسأل وبيحط لك كل القضايا اللي انت بتشوفها وكل الأمور المطروحة وما فيش قضايا لا تطرح للنقاش كل القضايا تطرح للنقاش والجميل بقى ان المنظومة كلها بأجندة المؤتمر بالقضايا بإدارة الجلسات كلها من الشباب هم اللي بيقولوا نناقش ايه وما نناقش ايه ويشارق الرئيس بل أحيانا الرئيس يستأذن رئيس الجلسة اللي موجود من الشباب عشان يعمل مداخلة ويقول والله انا هقول كلمتين في الموضوع ده وفيه فقرة أساسية اسمها اسأل الرئيس اسأل الرئيس حضرتك من اسكندرية الأسوان تقدر تدخل على الويبسايت وتسأل سؤال وهتلاقي سؤالك موجود يجيب عليه الرئيس على الهواء مباشرة بتبقى فرصة معنوياتنا بتبقى مرتفعة فيها أنا بتكلم عن نفس يعني بحس انه فيه حالة حالة سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية ونقاش سياسي كل الحاجات دي بتبقى روح مؤتمر الشباب فكرة يعني اعتقد انها غزت الحياة السياسية في مصر بشكل لم تفعله الأحزاب من قبل أنا بتكلم على آخر أربع سنين أعتقد أنه مؤتمرات الشباب والفعاليات والنقاشات اللي بتدور فيها لم يكن لها مثيل أو ردة فعل مساوية بشوفها فيه فعاليات بتقوم بيها بعض الأحزاب عشان ما نظلمش الجميع